بص يا عمر انا يعني اسمح لقولك يا عمر عشان احنا يعني انت قريب مننا وقريب من كل الناس احنا هلتقل عطول في الموضوع حالة زهق عامة مش مبسوطة في اي حاجة لا راجل ولا ست ولا البيت ولا الولاد مهما تعمل لولادك احنا مزهقنين خرجتهم و لسه راجعوا خرجهم و راجع البيت و احنا نعمل ايه بكرة عشان انا زهقان الستات زمان لو انا بقى هتكلم على الست الستات كانت اكتر ستة تلم عيوب الراجل وتلم مشاكل البيت وتلاقيها صمدة و مكملة و متتكلمش على اي حاجة مدايقها دلوقتي الستة لو حاجز غير الراجل عملها هي مش طيقة نفسها و مش طيقة انه يقدر يعني يغلط في اي حاجة هو عايزة الباكتج كلها حلوة وحتى لما بتبقى معظمها حلوة هي برضو مش راضية حالة عدم الرضا المسيطر علينا ده سبب ايه شوفي انا بشوف انه الموضوع عميق قوي حالة عدم الرضا دي ليه لانه لو تبصي على الزمن اللي احنا عايشين فيه النهاردة تلاقي انه وسائل الرفاهية ما كانتش موجودة وكان بيحلم بيها يمكن بس من 500 سنة كل الناس اللي كانت عايشة ما كانوش يتخيلوا انها هيبقى فيه وسائل الراحة اللي احنا عايشين فيها في الزمن ده وده يخلي المفترض ان وسائل الراحة وسائل الرفاهية تخلي الانسان اسعد ده المفروض الغريبة انه مع زيادة وسائل الرفاهية والراحة بقى الانسان اتعس فلما جوم علماء النفس يبحثوا ايه اللي خلال الانسان اتعس ايه اللي خلال الانسان يبقى مش مبسوط او مش مرتاح ايا كان سواء صغير كبير في علاقة في حياة عملية سنجل او مرتبط لتنين سياء لا وانه تعال انت احسب اكتب ورقة كده وشوف انت ايه بيبسطك النهاردة وايه كان ممكن يبسطك من عشر عشرين سنة هتلاقي انه فيه اختلاف انه كان ممكن انت حاجات تبسطك زمان بسيطة جدا النهاردة لو حصلت ما تبسطكش النهاردة لو حصلت انت ما تفرقش معاك وعشان تتبسط النهاردة انت محتاج تعمل حاجات يمكن اصعب من الحاجات العادية اللي ممكن تعملها في يومك العادي بمعنى إيه؟ بمعنى إنه كان زمان إحنا بيرضينا حاجات بسيطة إحنا كانت العيلة ممكن تتجمع قدام فيلم في التلفزيون ويتبسط ويبقى اليوم جميل جدا بالزبط مع زيادة التطور اللي حصل في الفترة الأخيرة خلى تطلعات الإنسان أكتر القراءات اللي بنقراها وكل ما يجي واحد وواحدة مثلا مرتبطين يتفرجوا أو كل واحد يدخل يقرأ بوست عن مثلا العلاقة فيلاقي إنه هو توقعاته أنا اللي عندي ما بيحصلش كده أنا في البيت ما بيحصلش كده كل ما بندخل على معلومات جديدة عمالين بنخشها طبعا خلي بالك السوشيال ميديا لها مميزات وعيوب ولكن العيوب عيوب إحنا ما بنحسش بيها في الوقت أو الميديات لي في لحظتها يعني أنا لما أخش وأتفرج وأدخل بيانات ومعلومات علي وأبدأ أنا بتخيل أنا ممكن أكون أتفرج على مناظر طبعية ممكن أكون أتفرج على واحد مثلا بمصور نفسه في فرنسا أو مصور نفسه مش عارفين ده بيعمل في العقل الباطن إحساس بأنه هو ده اسلوب الاستمتاع الصح أو لما واحد يدخل يكتب أصلا مراتي حصل كذا واحدة تدخل تكتب تقول أصلا دي واحدة وزوجها عمل وكذا واحدة انفصلت علشان كذا زي اضيفي عليه إن حاليا الكلام ما بين الناس في المجتمع أصبح عامل إزاي الحالات اللي بقى كل الناس بقيت بتشوفها وعرفها يمكن كمان كانت المشاكل زمان اللي في الأسرة اللي جوه كل الأسرة ما بنعرفها أيوه نهاردة بقى المشاكل بقت واضحة جدا على الملأ ده أدى إلى إنه إحنا بقينا مكشفين كلنا عارفين إنه أصلا لما تعمل كده يبقى غلط أصلا لما تعمل كده يبقى صح إمتى أنا أطلب كستة أنا أطلب الطلاق أصلا جوزي قل في الحتة دي أصلا جوزي غلط في الوقت ده في حين إنه كان عمرنا طول عمرنا كله الزواج على سبيل المثال عمره ما بيمشي على وطيرة واحدة عمره ما ينفع إنه إحنا نبقى ماشيين بميزان مظبوط طول الوقت أعلى إن كانت عمر طبيعي بالضبط الجواز ده بالذات ليه حالات يعني أنا قبلاك وإنت تخين أنا مثلا هتجوز واحد أكبر مني بكتير عملك هتجوز واحد أصغر مني يعني أصلا الجواز ده مالوش مقييس أصلا أبدا يعني ما فيوش واحد إبنين ثلاثة والراحة داخل الزواج تختلف من واحد لواحد يعني كتير من الناس متخيلين إنه الراحة في الزواج هو الحاجة الأيديال اللي موجودة اللي مكتوبة أو بنشوفها كتير على السوشيال ميديا ده لما يعمل كذا مين قال مين قال إحنا بقى عندنا حاليا برضو من دخول السوشيال ميديا بطريقة قوية جدا أصبح عندنا فيه حاجة إحنا بنسعى رول موديل في كل شيء رول موديل في الشكل فالبنت طول ما هي ما أصلتش للشكل ده هي لسه مش حالوة مش راضي عن نفسها رول موديل في الولد فطول ما هو جسمه وشكله ومش عارف إيه ما وصلتش للشكل ده فهو لازم يسعى لإنه يوصل لها غير كده أنا مش راضي